ما حكم تهذيب اللحية بقصد عدم التشوه بين الناس والمقصود بالتهذيب هو أخذ شيء بسيط من اللحية وعدم قصها أو جزها وهل يأثم من فعل ذلك اللحية هذبها الله جل وعلا خلقها جميلة ولا تحتاج إلى تهذيب تحتاج إلى إعفاء وإكرام وإرخاء وإرسال كما جاءت بذلك الأحاديث ألا يجوز العبث باللحية بحجة التهذيب أو التحسين هي جميلة وهي يخلقها الله في وجه الرجل فرقا بينه وبين المرأة وهي جمال للرجل وهي عضو من أعضائه ولا تحتاج إلى تهذيب أو تجميل كما يظن بعض الناس نعم